عندي ملاحظتين في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا نهاردة شفنا الخطاب وشفنا المؤتمر الصحفي وكل هذه الأشياء ما عرفش إذا كانت معلوماتي صح ولا لا إنما دي من المرات الأوليلة أن أنت تروح لأوروبا وتقولهم أنا عندي حاجة ديالكو يعني دائما نتحدث عن التعاون التجارة لا نهاردة رئيس مصر بيقولهم يا جماعة مساء الخير أنا مستعد وقادر إن أنا أسهل أمور الغاز لأوروبا طبعا ما بينفعش إنك تقولي الكلام ده في ألمانيا بالتحديد وإنت مش وراك تجهيزات وإمكانات قد الكلام ده فمصر قد كلمتة مساء الخير إحنا كمان نقدر نعمل الكلام ده نعمل الكلام ده على مستويين حضراتكم بقيتوا فهمين مستوى الأول الغاز بتاعك اللي أنت بتطلعه اتنين الفاسيليتي أو التسهيلات اللي أنت بتعملها لغاز شرق المتوسط إذا كان غاز أبروسي غاز إسرائيلي أيا كان نوع الغاز فأنا ممكن أكون مساعد طبعا علشان بس الناس ما تفهمنيش غلط يعني الجزء ده من العالم لن يعني يعود الغاز الروسي الضخم يعني لأوروبا ولكن حضراتكم لو بتتبعوا الأخبار النهاردة فيه اتفاقيات للغاز مع الجزائر اتفاقيات للغاز مع مصر يعني أوروبا برضو بتحاول تقلل الفجوة بتاعتها لأنه في أي يوم وده بيحصل بالتدريج أي يوم الروس هيروحوا قفلين الغاز دخلين الشتاء احنا فيه ظلام مش احنا مصر احنا عالم الأوروبي اللي بيعتمد على الغاز طبعا النهاردة احنا شايفين الاتحاد الأوروبي بيقول للناس لأول مرة جملة احنا عاديين نقولها من شهور هنا إنما هو بيقول لهم الجملة دي لو سمحتم تحملوا آثار الحرب الروسية الأوكرانية لو سمحتم تحملوا العقوبات اللي احنا بنعملها على روسيا